وزير التعليم يستعرض تطوير قدرات المعلمين والارتقاء بمهارتهم ويؤكد نستعد لإطلاق وثيقة معايير المعلم استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في تطوير قدرات المعلمين مشيرا إلى حرص الوزارة على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية للمعلمين وتطويرها من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري والارتقاء بمستوى أدائهم المهني من خلال الشراكة الفاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية وأشار الدكتور رضا حجازي خلال لقائه ببوسينة بن تعالي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالسعودية إلى أن الوزارة بصدد إطلاق وثيقة معايير المعلم من أجل الغد والتي تشمل المعلمين والموجهين والإدارات وتؤكد على امتلاك المعلم لمهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية والتواصل مع الطلاب